وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي لسيما ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحدية جاء ذلك خلال اجتماع سيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الري والزراع وعدد من المسؤولين أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى لمتابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون في الدن على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكة الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الري وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهة الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع